موضوع صيام الأطفال موضوع مهم جداً لسيما في مثل هذه البلاد التي تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال في كافة مراحل الحياة في كافة المراحل الدراسية ألوان التدريب المختلفة الألعاب السقافة الترفية في كل شيء الأطفال لهم أولوية خاصة لكن دعيني أؤصل المسألة كما تعودت دايماً في أي مسألة علمية لابد أن نؤصلها حتى نصل إلى الحكم الصحيح الذي يناسب أو يتناسب مع الواقع الذي نعيش ما أسهل أن يأتي السؤال حكم صيام الأطفال في شهر رمضان ما فيش أسهل من كلمة حلال وحرام مباح أو جائز كلمة تقال وهي على لسان العوام لكن هذه الكلمة لابد لها من تأصيل أولاً أبين من هم الأطفال الأطفال وفق القانون الدولي واتفاقية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 1989 تقريباً وتم تنفذها في 1990 الطفل أو مسمى الطفل هو كل إنسان لم يصل إلى سن السمانية عشرة سنة يعني ما هو أقل من 18 سنة هذا يقال عنه في القانون الدولي طفل طفل إلا إن الاتفاقية دية تفسها قالت إن فيه هناك اتفاقيات محددة إقليمية أو داخلية لكل دولة معينة بما يناسب سن الرجل الذي هو قبل سن 18 سنة وده اللي إحنا بصدده اليوم اللي هي المرحلة مثلاً في بعض القوانين الداخلية للدول يقول لك سن السبع سنوات هذا سن بنسميه حدث نقول عن الطفل عنه حدث سن العشر سنوات بنسميه سن التمييز سن الـ 14 أو الـ 15 سنة بنسميه سن الرجد وكل هذا متاح طيب هذا من باب القانون الدولي والتعريف القانوني للطفل أما في الإسلام عندنا وفي كل الشرائع أن الطفل هو ما لم يبلغ الذي لم يصل إلى مرحلة البلوغ والإدراك الكافي للتحمل والتكليف طيب ديب إزاي الطفل عندنا في القرآن الكريم مثلاً ورد ذكره في أربع مواطن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أخرجكم وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً هذه المرحلة التي هي مرحلة الطفولة هي من أطول المراحل في الطفولات يعني في الكائنات تقريباً طبعاً إلا بعض الحيوانات التي تمتد عمرها لمائة عام أو مائتين عام وهي قليلة جداً ونادرة لكن حياة الطفل هذه من عمر يوم أو عمر لحظة الولادة إلى سمانية عشر سنة أو خمسة عشر سنة هذه فترة طويلة وهذه الفترة هي طويلة بما لها من أهمية لأنها تشكل وعي وثقافة الطفل تشكل له الإدراكات التأثيرات والتأثير مع العالم الخارجي والتفاعل معه ومن ثم الإسلام أعطى له أهمية خاصة في هذه المراحل المختلفة طيب أنا لما أجي أشوف الطفل هذا القرآن بيّن لي طفات وألوان وأنواع من الأداب التي ينبغي أن تراعى وتعطى للطفل وهو صغير منها أداب الاستئزان أداب الاستئزان كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل طيب الطفل بهذا المسمى اللي هو من عمر من عمر الولادة إلى سن الرجد مثلا أربعة عشر سنة أو إثنى عشر سنة هل هو مطالب بالصيام شرعا هذا السؤال طيب ده اللي إحنا عايزين نستفسر عليه نعم طيب أنا قلت في بداية الأمر ما أسهل من قول حلال حلال وحرام لكن لما أجي أحط موضوع الحكم الشرعي الحكم التكليفي هل هو مكلف ولا مش مكلف أنا عندي الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام تمس أقسام ما شاء الله عندي القسم الأول اللي هو واجب الثاني مندوب اللي هو المستحب القسم الثالث الحرام القسم الرابع المكروه القسم الخامس اللي هو الجائز طيب دي تما بيعرفوها العلماء يقول لي أصل هذا إما طلب أو تخيير اللي هو الحكم الشرعي ده أو التكليفي إما عبارة عن طلب أو تخيير الطلب طلب فعل تمام طيب أنا طلبت فعل طلب فعل هذا على سبيل الجزم يعني لازم ولا على سبيل التخيير غير جازم لو كان الفعل مش عايزة تتوهي والسادة كمان المشاهدين نكتبش مننا لكن ببساطة يعني إذا كان طلب الفعل ده الأمر ده جازم ولازم هذا يسمى واكد دي الصلاة تمام طيب وإذا كان غير جازم يعني يستحسن إنك تعمله هذا يكون مستحب زي السن هذا طلب الفعل زي السن هذا مستحب تقريب من السنن والنوافل هذه المستحبات والمندوبات طيب طلب ترك طلب فعل ينقسم إلى اتنين واجب ومستحب طلب ترك طيب طلب ترك يعني ما تعملش الحاجات دي طيب هذا الطلب طلب الترك ده جازم ولا مش جازم لو جازم يبقى حرام حرام لا تفعل لا تغش لا تجذب لا تنصب لا 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 يبقى خلاص هذا حرام تمام طيب وإن كان غير جازم يبقى مكروم مكروم في الترك يبقى مكروم مكروم في الترك الغير جازم يبقى مكروم طيب وإن كان على سبيل التخيير افعل أو لا تفعل إن فعلت لا شيء وإن تركت لا شيء هذا بنسميه الجائز الجائز قد تجري عليه الأحكام الخمسة عنده طفل هذا الطفل ممكن إننا أعطي عليه الأحكام الخمسة يبقى إزاي لأن كل طفل له حالة خاصة تختلف عن غيره بالظبط ما ده كان سؤالك تعاوز أسألوا لفضلتك نعم فأنا لو قلت حلال يبقى على الجميع لا يجوز لو قلت حرام على الجميع لا يجوز لو قلت جائز يبقى أنا بسيب المسألة من غير تفصيل تمام لكن أنا هنا بقول يا أخوانا كل طفل له حالة خاصة به وضع هذا الطفل تحت مظلة الأحكام الخمسة إذا كان طفل بنيته سليمة وكوته الجسدية مكتملة ولا يعاني من أمراض ولا يعاني من شيء ووصل سن التكليف السن القانوني الذي يعبر عنه مثلا بسن البلوغ مثلا لو 15 سنة أو 14 سنة أو 16 وهي تختلف وهي تختلف هذا إذا لم يصل إلى هذا السن هو مرفوع عنه أصلا التكليف لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقال رفع القلم عن سلاسة قلم التكليف تكليف نعم عن النائم حتى يستيق ما فيش عليه تكليف عن المجنون حتى يفيق ما فيش عليه تكليف عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم يبقى هذا مرفوع عنه التكليف لكن إحنا عندنا باب كبير اسمه باب التعويد تمام ما جيش في لحظة فارقة من لحظات حياة الإنسان أو حياة الطفل وقال له أنت من النهاردة أو من السنة دي لازم تصوم وهو ما عندوش خبرة سابقة بالصيام بالضبط مش هاجي أقول له لازم تصلي وهو ما تعودش إزاي يصلي ولذلك كان التدرج عملية التدرج ودية هنرجع لها إن شاء الله في النصائح المطلوبة لأولياء الأمور إزاي ربي ابنه على الصيام دون تحصيل مشقة أو تعب ترجمة نانسي قنقر